في اللحظة التي قد يظن البعض منه بأن التسوية مقبولة أو ممكنة على شروط جماعة الظلام والرياء والإجرام تكون لحظة الخيانة والتخلي تكون لحظة الاستسلام والسقوط تكون لحظة الفخ الكبير المنصوب من قبل حاكم النظام السوري والعصابات الملحكة به هكذا كانت معادل أنتك أذكرها وكأن كامل جملات أمامي في هذه الموقع اليوم كان يعلم من خلال تجربته وقراءته التاريخية مع التطرف الماروني المسيحي أنه لا يمكن الوصول إلى حل سلمي إذا لم تستأصل الأنياب العسكرية للتطرف المسيحي ورددت هذا الأمر لاحقا بعده عدة مرات لدى السلطات السورية ولدى حافظ الأسد بالتحديد وفي يوم ما أعتقد أيام أيام الميشيل هون قال لي يبدو أن أبك كان معه حق يبدو أنه لابد من حسم عسكري وكانت هذا الكلام أكبر مكافأة معنوية لكمال جملات وليه شخصيا عاشت طورة الأرز عاش الرابع عشر من أذار عاشت المحكمة عاش لبنان المجد والخلود لرفيق الحريري ونفاق رفيق الحريري المجد والخلود وعاشت طورة أذار وشهداء أثار أعتقد أنه وليد جملات عم بيحكي بكلامه عم بفرجة نواية عدائية تجاه طائفة ومجموعة بكاملة لأنه كمان ما مننسى شو قال لصحيفة الفيقارو أنه هو بفضل الجزمة السورية على أنه الموارنة أو المسيحيين يحكموا لبنان اليوم كمانا منشوف أنه يمكن هو بفضل الكبة اليهودية أو العقال السعودي على أنه يكون عم بيتشارك مع طواقف أخرى بإدارة البلد وحكم البلد مواقف كل السياسيين اللبنانيين في فترات تاريخية بظروف تاريخية وسياسية مختلفة وجدنا هذه التناقضات يعني هذا لا يدين ولي جملات كل السياسيين اللبنانيين إذا ما قلبت في مواقفهم تجدين أن هناك تناقضات بين مواقف وفق تغير الظروف السياسية والموضوعية وإلا ما الذي يجعل العماد بنشيل العون الذي كان يريد أن يكسر رأس حافظ الأسد يرفع اليوم عن بشار الأسد ويقول أنه قال كلام الحق في قمة دمشق هذه هي مثل هذه هيدا كلام إن شاء الله يصير في عنا قضاء مثل ما لازم يحكم عليه مسؤولين بيفعلوا أفعال من هالنوع وبيستمروا بأقوال من هالنوع من دون ما يحسبتون عليه كنا والعماد بنشيل العون في ذلك الوقت على ضفتها الصراع العسكري كنا والسوريين في موقف واحد ولكن هو كان في موقف مختلف وللتفكير فقط كان لا يزال إسرائيلي في الجنوب الكلام اللي قاله وقته للسوريين عطا ترخيص سوري بدبح وقتل 3000 مسيحي وتهجير عشرات ألاف المسيحيين يمكن اليوم هو بحاجة لغطاء أجنب آخر لتهجير ما تبقى من المسيحيين أعتقد أن مصالحة الجبل ردمت كل الجراح زيارة قبطة البطيارك والخطوات التي سبقتها من بعض القوى المسيحية في العلاقة معناك حزب تقدم الاشتراكي ردمت ودمت يعني اندمل ذلك الجرح الذي كان قائما هذا كلام سابق للمصالحة وهذا منطق سابق لمنطق المصالحة وهذا جزء من الصراع السياسي الذي كان قائما في البلاد كمفترضة تم المصالحة بين الناس وتترجم بعودة فعلية ما تحققت إلا بنسبة 17% وكلفت الخزينة ما يزيد عن ملياري دولار أمريكي ولحد هلأ كل الأموال اللي عم تدفع باسم المهجرين عم تدفع أموال سياسية منو عم يتحقق من خلالها أي عودة كل القرى عملت المصالحة فيها الناس مش عب ترجع لأن الدروز عبي فلو مش المسيحية مش عب يرجع لدروز عبي فلو ما عارف في قرى فيها التهجير ما حصل عودة نتيجة ظروف الاقتصادية مش نتيجة إنه ولا سمح الله في شي يعني لو تمت المصالحة بالفعل كان مفترض تتم مش بين المسؤولين عن تهجير أهل الجبل من الجهة المسيحية أو من جهة الدروز ما ممكن ينحل ملف المهجرين طالما المسؤول عن تهجير الناس هو بعضه عم يصرف الأموال بشكل تعصفة وبشكل غير مدروسة ما يحقق العودة ولو بالمختارة أخذ العونية سبعين بالمئة من الأصوات وليت جمعات أخذ ثلاثين بالمئة بضاعته أخذ المشيحية العون سبعين بالمئة هناك قضايا لبنانية داخلية توقفنا عندها خصوصا في ظل ما قرأنا اليوم من مواقف صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها ضد سوريا وضد لبنان فيها كل التجني فيها كل الكذب كل الاتهامات وكل الأضليل غازي العريضي من دار الفتوى بعد لقاء المفتي الشيخ محمد رشيد قباني الديار في عشرين أيلول ألفين واثنين الميليشيات ليست فضلة عشاء أحد بل هي من المؤسسات المحترمة في هذا البلد سامير جاجع النهار في خمسة عشرين أذار الف وتسعمية واحدة وتسعين عام اثمان وسبعين لم نركع وعام اثنين وثمانين لم نركع وقال لي أحدهم يومها إن الجنوب قد تبخر فقلت له إن الجنوب قد تبخر لكنه سيعود ويمطر نبيه بري يارين في خمسة عشرين أيار الفين واثنين إن الدستور الجديد لن يعيش طويلا والأخطر من اتفاق الطائف هو تطبيقه فهو مشروع حرب وأقترح حلا يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية بل اقتراع المباشر من الشعب أمين الجميل النهار في 18 نيسان 1991 لسنا مهتمين بما يهمدر ويزمجر به مرتزقة النظام ومتسولوا المراكز وهم من خرجين نظام السوري علما وأخلاقا ومع هذا الإسهال الإعلامي لم يعد هناك من حد للإسفاف ميشيل عون النشر اللبنانية في خمسة عشرين أيلول الفين واثنين ترجمة نانسي قنقر